إذن مشاهدين مازلنا حتى هذه اللحظة نتحدث معكم عن افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع الأسمنة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عمر سلمان أستاذ الاقتصاد لجامعة حلوان دكتور عمر أرحب بك أهلا بحضرتك أهلا بك يا فندم أهمية هذا المجمع في البداية يعني في الحقيقة إحنا بنتكلم على مجمع هو الأطخم في أفريقيا والشرق الأوسط بنتكلم على تحول مهم جدا في المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح للقاضي المصري وهي فكرة التصنيع والتركيز على تغيير هياكل الإنتاج بنتكلم على حاجة مهمة جدا كان بتحصل وهي فكرة تصدير المواد الحام زي ما هي بخيمة ممخافرة إحنا بنتكلم على إن دلوقتي عندنا مصانع تقدر تحافظ على القيمة المضافة دي إن هي تفضل جوه مصر وبدل ما بنصدر المواد الخام بتاعتنا ببضع مئات الدولارات وترجع لنا بعد كده في صورة منتجات بنتكلم بألاف الدولارات وبملايين الدولارات لا إحنا بنتكلم على تصنيع محلي يغنين عن الاستراض من الخارج وإحنا عندنا فجوة واردات أكتر من الصادرات بكتير وفي الوقت نفسه كمان في الحالة بتاعتنا بتاعت المجمع النهاردة إحنا كمان بنصدر إلى الخارج وده معناه مزيد من الفرص لاستقرار الاحديات النقدي لاستقرار سعر الضرف ولدعم تنافسية لإقتصاد المقر نعم أيضا دكتور عمر يعني أعود لذات النقطة بربما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في حديثه أثناء الافتتاح عن القيمة المضافة التي سيوفرها هذا المجمع لخدمة السوق المصري مزيد من الإضاحة عن القيمة المضافة دكتور عمر يعني إحنا ببساطة بنتكلم على الفرق ما بين قيمة منتج معين وتكلفة المواد الخامل دخلها بإنتاجه يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على أن وأنا هدي أمثلة تقريبية مش بالأرقام الحقيقية يعني عشان نسهل عستاذ المفاهدين لو قلنا أن الطن بتاع الفصفات دوت بألف دولار فيطلع هنصدره خام زي ما هو فهنصدر مليون طن فإحنا بنتكلم على مليار دولار يرجعوننا بعد كده لما يحصل عمليات في المصانع الأجنبية يتجعلنا حمض فوسفريك وحمض كابريتيك مركز وباقي المنتجات أو المفتقات اللي بتخرج من هذه الصناعات فنلاقي نفسنا إن لو رجعت لنفس المركبات دي ترجع لي بـ 20 مليار دولار مثلا فأنا بقيت بتكلم على أن يحصل 20 ضعف من أن أنا أخذ المادة الخامز لي برميل البترول اللي تمنه من 50 لـ 60 دولار وبتطلع منه منتجات تصل ما بين 4000 و5000 دولار في صناعة البترو كيمويات فالفكرة هنا في القيمة المضافة أن أنا لما بصمع بعمل المصلح بتاعي جوه بلدي أنا بحافظ على أن المادة الخامز اللي كانت بتطلع بسعر زهيد دي وليلة جداً وترجع لي تاني أستورد المركبات اللي بتطلع منها بمليارات الدولارات لا أنا بقيت بتكلم على أن أنا بعمل ده جوه بلدي فبقدر أستفيد زي بالضبط كده لو هن مثال أبسط للذات المشاهدين الفرق ما بين كيلو البطاطس اللي بناخده من المزارع والفرق اللي احنا ناخده معطق في أكياس كل كيس 100 درام النازل هنلاقي الفرق كبير جداً لو جمعنا ثمن الأكياس دي هيطلع أكتر بكتير من ثمن البطاطس وهي خام فدوت بنقول عليه قيمة مضافة هي بتمثل أرباح للمصانع والشركات اللي بتعمل الكلام ده بتمثل أجور للعمال اللي بيشتغلوا في المصانع دي بتمثل عائد على رأس المال الوطني اللي جوه البلد بتاعيهنا وبالتالي ده بيعني مزيد من التقدم للاقتصاد المصري ومزيد من الدخل القوم ومن هنا فكرة التفكير على القيمة المضافة في كل حاجاتنا مش بس في البيترو كيميكال إنما كمان استلعى الزراعية فرق كتير جداً ما بين إن إحنا نصدر الفواكه المصرية أو الخضروات المصرية في شكل كميات كبيرة وفرق كبير إن إحنا نعملها مغلفة إن نتعمل منها عمليات فرق كبير ما بين إن إحنا نصدر طماطم وإن إحنا نصدر خلصة نعم دكتور عامر أيضاً في ذات السياق يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في كلمته وقال أن الدولة المصرية ستستمر في الفترة القادمة في افتتاح المصانع المصرية وأيضاً سيستمر العمل في مدينة الرخام دعني أتحدث معك عن هذه المدينة تحديداً أهميتها دكتور عامر وأيضاً العائد منها على مصر نعود تاني من نفس السؤال السابق بتاع القيمة المباطعة فرق كبير جداً ما بين إن إحنا نصدر من المحاجر المصرية رخام سقط وما بين إن يبقى عندنا مصنع زي المصنع اللي موجودة اللي أنا سيد رئيسي يفتتحه إن شاء الله أصدنا اللي جاية في نفس التوئيد تقريباً بنتكلم على مصنع ينتج 30 مليون متر مكعب من الرخام تنوياً وبالتالي إحنا بنتكلم على مبالغ كبيرة جداً تضاف إلى قيمة الصادرات المصرية بنتكلم على فرص عمل بنتكلم على تغيير و2019 هي في الحقيقة تغيير مهم جداً جداً وخطوة رئيسية في برنامج الإصلاح الإقتصادي يمكن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي هي الثلاث سنين اللي فاتوا اللي كنا بنتكلم فيهم على إن إحنا يبقى عندنا بيئة اقتصادية تقدر تغير شكل الاقتصاد النامي دوت إلى اقتصاد قاول فكنا بنتكلم فيهم على استقرار في سعر الصرف تغير في البيئة التشريعية لجذب المزيد من الإستمار بنتكلم على إن عجز الموازنة قل معد النمو اقتصادي عالي وهكذا الـ 2019 عندنا فيها بعدين مهمين جداً جداً أعتقد إنهم هيستمروا للسنوات اللي جاية هي فكرة بقى تكتير هيكل الإنتاج وإن إحنا بنتبني مصانع بجد منك الثلاث سنين اللي فاتوا أو الخمس سنين اللي فاتوا كنا بنتكلم على بنية أجاسية بنتكلم على طرق بنتكلم على محطات كهرباء وهكذا لما الثلاث سنين اللي جايين أو الفترة اللي جاية احنا بنتكلم على مصانع محلية وكمان استثمارات أجنبية شفنا كبريات الشركات في العالم منهم شركات كتبت تعمل في مصر ومشيت رجعت السنة دي في 2018 عشان تشتغل بنتكلم على البعد التاني الخاص بالفؤرة ومحدود الدخل لبرنامج حياة كريمة تكافل وكرامة وغيره وده محور مهم في الإصلاح الإقتصادي بنتكلم على محور مهم جدا وهو له علاقة بالإنتاج وسيد رئيس أشار دي النهاردة هي فكرة البحث العلمي والتعليم لإستثمار في البشر المصانع اللي هجوم على اتكارات المصريين وعلى تعامل المصريين مع التكنولوجيا هيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ونقوي اقتصاد جد احنا اقتصاد حتى الآن واردتنا أكتر من ضيع في صدراتنا فاحنا محتاجين مجهود جدير جدا جدا وعمل طويل جدا جدا برنامج الإصلاح الإقتصادي مخلص ولن ينتهي بالاتفاق اللي معاه تندوق النهد الدولة اللي ينتهي نهاية هذا العام إنما الطريق صعب جدا ومحتاج شوق وأهم حاجة بتوشير إليها افتتاحات النهاردة انتهى عهد افتتاح أو وضع حجر أساس لمسروعات احنا بنتكلم دائما على مشروعات تعمل مشروعات انتهت بالفعل وبنتكلم على إن مهما كان من مؤامرات دولية أو عمليات إرهابية أو قوة من الشر تتربص بالإنجازات اللي بتحصل على أرض مصر الإدارة المصرية والشعب المصري بيقول احنا هنفضل نشتغل وهنفضل ندعم الاقتصاد بتاعنا دائما بالضبط بنحافظ على الأمن القوم وصلت أسورة أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر الهاتف الدكتور عمر سليمان وإستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان شكرا جزيلا لك مشاهدينا نذهب معكم الآن إلى فاصل قصير بعد هذا الفاصل سنعود لاستكمال هذه التخطية شكرا جزيلا لك